اشتركوا في القناة قبل الفصل على طول قبل منبدأ فقرتنا في انه في فرق ما بين انتهى الاخوان خالص او انه مستقبلهم انتهى 36 الى اي مدى استطاعت ان تنهي او تدمر او تقطع سبل الاتصال ما بين الاخوان ومستقبلهم السؤال حلو جدا 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 غاية في الاهمية بس سوانة جاي في الطريق يعني فيه سؤالين كده جولي في جماغي السؤال ماذا لو لم تكن صور وثلاثون 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 انا بشكل شخصي عارف انه كنت هبقى مشنوء على عمود نور في الشارع ممكن على كبرى قصر النيل يعني حاجة كده السؤال ده ليه اجابات متنوعة مع كل فرد مع المجتمع مع الوطن مع البلد كل حاجة لها اجابة خد بالك دي السؤال المهم طيب ليه الاخوان صعدوا على كرسي الحكم في مصر ناسؤال مهم جدا عارف انا فكرت في الاجابة ورجعت الورا شوية افتكرت مؤتمر هرتساليا مؤتمر هرتساليا اللي بيتعامل كل سنة في اسرائيل لمدينة في اسرائيل بيعملوا النخبة الاسرائيلية الكبيرة جدا وجم في عام 2009 قالوا حاجة خطيرة جدا في المؤتمر نحن عشان نحل المشكلة دي بتاعتنا مع العرب نعلن يهودية الدولة ننقل فلسطينيين نشوف لهم وطن بديل وننقلهم فيه طب مين هيحل المشكلة دي قادر على بتر المسألة دي ويضحب حتة الارض دي الاسلامويين الاسلامويين هم دول قادرين وعندهم تجربة في جنوب السودان واضحة عندهم هم الاسلام بيجي يدحطها وقال لك قال الله قال الرسول هو لما تسمح بوجود دول دينية او كيانات سياسية دينية تحكم المنطقة يبقى في هذه الحالات تسمح له كمان يعمل كيان دينيوس يحويز جدا يبقى هو بقى لازم يوصلوا للحكم يبقى لازم يوصلوا للسلطة في اي دولة عربية وخاصة مصر ومن هنا جاء الدعم الامريكي الكبير والانجليزي الكبير جدا لوصول الاخوان لكرسي الحكم في مصر وخلي بالك بعد عام 2011 تحديدا بعد الموقع اللي قالوا عليها موقعة الجمل اطلق عليها عالميا كده قالوا الاخوان عملوا حاجة ونشرت بالمناسبة عملوا حاجة اسمها مشروع النهضة ووضوح الرؤية مشروع النهضة ووضوح الرؤية احنا خدنا كلمة النهضة وبعد بدأت الناس بقى ايه تتكلم على النهضة ومش عارفوا دي اليوم مشروع اقتصادهم ما كانش اليوم الاقتصاد ولا زيفتوا اي حاجة ده كلام فاضي لكن عارف المشروع ده كان ايه كله مشروع الاخوان راح فيه بعد ما حصل في مصر في 25 يناير فقالوا بالنص في هذا المشروع قالوا حاجة قالوا حاجة خطيرة جدا لكن الشعب المصري ليس كله معنا ولا نستطيع ان نسيطر على هذا الشعب ابدا الا بالوصول الى الكرسي الحكم طيب انا عند النقطة دي هستأذنك هطلع الفاصل قد كده وارجعلك على المسألة دي الا عند الوصول الحكم او الاستيلاء عليه باي شكل هنشوف بقى هنشوف بقى ايه اللي حصل فاصل وكمل الكلام مع ضفنا العزيز الاستاذ مارفر غالي الخبير في شؤون الجامعات المتطرفة استنون خلونا نجدة الترحيب بحضراتكم وبضفنا العزيز الاستاذ مارفر غالي الخبير في شؤون الجامعات المتطرفة توقفنا عن انه او عند انه الاخوان قالوا لن يتحقق لنا الامر الا بالاستيلاء لا بس انت قلت كلام في الفاصل خطير لازم تقوله كنا بنتكلم في الفاصل انه الازمة موجودة مش بس عند الصهيونية اليهودية الازمة كانت سابقة على ذلك بكتير جدا بحوالي 25 سنة مع اولى المستوطنط على الارض المحتلة وكانوا مجموعة من الامريكان انجليين بالتحديد وهنا علشان ما يختلفش الموضوع الانجليين والمصريين والشرقين حاجة تانية خالص لكن دول اللي بيسموا نفسهم احباء صهيون وعملوا اول مستوطنتهم هناك وجم على ملكبة هفتكلك اسمها بس كان فيها يفطى لا انت قلت كلام على الدولة الدينية ما اقولك جم الناس دي عملت كده علشان خاطر يوصلوا الى دولة دينية قائمة على معركة كبرى وما الى ذلك طيب اللي احنا كنا بنتكلم فيه في مسألة المؤتمر بتاع هاد ساليا هو عاوز ايه هو عاوز دولة يهودية تقرر في المنطقة حلو ومن ثم لازم يسمح بوجود جماعات دينية تحكم المنطقة تمام حلو حصلت ثورة خمينية في ايران ولكن صبت الكيان والصهيوني عداء فبالنسبة له مش هي دي المثال وتركيا وبعدين جات جماعات متشددة حكمت تركيا ولكن لا تقر باعتبار نفسها جماعات اسلامية متشددة بتحكم بيقولك احنا مجموعة من المحافظين ده طول الوقت الاجئة لكلام بتاعهم لكن لو جماعة الاخوان المسلمين نصا بقى اسمها كده جماعة الاخوان المسلمين حكمت اصبح فيه عندك في مصر دولة دينية وفي تونس دولة دينية ولو عملت ده في ليبيا باخر وبركة في السودان كان عندهم عمر البشير الى اخره في الحالة دي دولة دينية اسلامية دولة دينية كمان ده اللي حاصل بالزبط وده اللي حبيت ان انا اذكره في بداية كلامي ومن هنا وصلت جماعة الاخوان للسلطة في مصر وكان ما كان وكان العام الاسود الكئيب اللي حكموا فيه الاخوان مصر واتضح ان هما بيحكموا الدولة بعقلية الجماعة وبعقلية التنظيم وكان الرئيس سوري الموجود وكان مكتب الارشاد بيدير كل شيء فشل حكم الاخوان فشل زريع جدا ودخلت الاخوان في مرحلة مرحلة اللي انا بسميها مرحلة الشتات مرحلة عدم وضوح يعني خلل في الرؤية بشكل كبير جدا هما فهموا غلط فهموا ان الشعب المصر ده لن يقاوم هذا الارهاب فهموا ان الجيش المصري ده لن يكافح هذا الاتطرف والارهاب فهموا انهم ممكن ينتصروا بسهولة ويستغلوا العامل الديني ما استوعبوش تجارب من سبقهم ما استوعبوش تجربة ان مصر طولت عمرها يعني موضوع طائفية ده مش بينفع فيها موضوع العمليات الارهابية برضو مش بيضعفها لها امن قوي وجيش قوي في ذات الوقت ومن ثم هما دخلوا في ازمة خانقة لهم والتنظيمهم وتعرضوا لهزيمة منكرة ضخمة جدا داخل مصر 30 يونيو وتحديد البعد 3 سبعة جماعة الاخوان المسلمين دخلت في الشرنقة حشرت في الزاوية خلاص يعني حشرت في الزاوية الزاوية المصرية اللي هي هدمت كل المشروع الاخواني مش في مصر بس يعني تعالي نشوف النهاردة الاخوان المسلمين في الاردن ثلاثة جماعات الاخوان المسلمين في تونس جماعتين الاخوان المسلمين وقضية الاستوزار في المغرب العصماني وبين كران أزمة كبيرة جدا الإخوان المسلمين في السودان أزمة كبيرة جدا بص في كل مكان أصبحت الإخوان حتى الإخوان المسلمين اللي هم موجودين في أوروبا بيعملوا بأليات على وجهات زي ما احنا تكلمنا قبل كده غير إخوانية لا ترفع شارة الإخوان ولكن هم في ذات الوقت بيعلنوا دائما أن هم مشتابعين للجماعة مشتابعين لك فهما أيضا يمروا بأزمة كبيرة جدا خاصة أن الدول كثيرة جدا أعلنت إرهابية هذا التنظيم فالإخوان المسلمين فقدت البوصلة تماما وأصبحت هناك اتجاهات مختلفة حول عدة أزمات الأزمة الأولى أزمة اللائح اللائحة الإخوانية هل اللائحة اللي عملها حسن البنة دي يعني من أهنى تستمر طوال هذه السنوات ونسير على هذا القانون اللي وضع حسن البنة داخل الجماعة بشكل مكتب الإرشاد وبهذا الشكل ده أثبت فشله والشباب في الغالب طرحوا هذه المسألة طيب اتنين أزمة الشرعية شرعية التنظيم شرعية وجود التنظيم دلوقت هل دائما أنا اللي معايا الشرعية كمجموعة مثلا زي مجموعة محمود حسين ولا إبراهيم منير هو اللي معايا الشرعية ولا مجموعة رضا فهمي معاها الشرعية كل منهم يدعي أن له الشرعية في قيادة وحكم هذه الجماعة الأزمة التالتة أزمة من من حقه السيطرة على الأموال أموال التنظيم ودي أموال مستهلة أموال مليارات مستهلة واستثمارات ضخمة جدا تخيل بس أنت معايا لما أقولك مثلا مثل شركة واحدة اللي عملها حسن مالك بعد وصول محمد مرسو قاعد على كورس الحكم من 12 يوم أسس شركة اسمها بنيان شركة بنيان هو ابنه حزيفة وابنه التاني وعملوا الشركة مع بعض رأس مالها بس 100 مليون دولار تخيل فأنت بتتكلم على الشركة واحدة وهم يخلي بالك وما كانوا عاوزين يأخونه ويسيطروا لمدة 500 سنة يعودوا 500 سنة هنا على قلبنا 500 سنة فهو هنا أنت بتتكلم على مشاريع أسس مرات ضخمة فهو من يحوز هذه الأموال من من حق هذه الأموال طيب من من حق إدارة المنافذ الإعلامية من من حق إدارة إعلام الإخوان بهذا الشكل وهذه الشبكة الإعلامية العنكبوتية دي بكل أموالها وكل تمولاتها وكل وضعها فدخلت الجماعة في هذا النفق وطبعا أنت ما تقدرش تبعد ده بعيد عن الفواعل البشرية أن هناك بشر بيمروا بتقلبات وتحولات وكل واحد فيهم ليه أهداف وغايات بيحطها لنفسه فهذه الفواعل البشرية بتخليه اختلف مع الآخر اتنين هو هنا مش الطبيعة البشرية بس لا طبيعة التدخلات الخارجية والارتباطات الخارجية داخل الجماعة وداخل التنظيم الجماعة لها ارتباطات كبيرة جدا وكل فئة من هذه الفئات لها ارتباط بجهة وكل جهة تريد أن توظف الجماعة وكانت مصر في هذه الفترة وحتى الآن بالمناسبة مستهدفها بشكل كبير جدا لازم نستهدف هذه الدولة الكبيرة لازم نستهدف هذا الجيش الكبير ونضعفه لازم نحاول أن نحاصر هذه الدولة حتى في مجالها الحيوي وما يحيط بها فأنت النهاردة طب مهي الجماعة اللي هي تستطيع اختراق الدولة وتحاول أن هي وممكن نحن نستغلها باسم الدين ونمولها هي جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم هذه الارتباطات كانت بتخلي بوصلة الجماعة دائما تروح يمين وتروح شمال لأنها جماعة وظيفية جماعة وظيفية الارتباط الخطير ارتباط الإخوان خاصة بعد عام 2011 وطوال الوقت بينفوا علاقتهم بالطيارات المسلحة اللي هي بيسموها إعلاميا الطيارات الجهادية زي تنظيم الجهاد وزي داعش والقاعدة وغيره هذه التنظيمات الإخوان طوال الوقت كانت أنا فاكر مقال لأحمد القيادة في الإخوان في أحمد الملط كان عامل بيقول لك أنه هو يا سيد الترئيس بناشد الرئيس حسن مبارك أنه هو يدفع ويعطيه المساحة يعطي الإخوان المساحة للقضاء على الإرهاب في التسعينات يعني وطوال الوقت هو بيروى خطاب أن أنت أديني فرصة أنا اللي هستطيع أقضي على هذا الإرهاب اسمح لي طلع السلاح اسمح لي طلع لي في المخازن أه طبعا فاسمح لي وديني فرصة الدين الشرعية أن أنا أنتاشر وأتواغل ومن ثم هو كان ده خطابه طوال الوقت لما جينا بعد كده بعد 2011 شفنا تحول في هذا الخطاب خلاص بقى أصبح أنه عاوز يتحالف لديه قدرة ولديه رغبة على التحالف مع هذه الجمعات شفنا جمعة قندهار الشريعة وشفنا المنصات اللي هي كانت في الرابعة وشفنا كل التنظيمات في النهضة وغيره يعني أنا فاكر أنا كنت باني مش كان فيه جملة شهيرة صوت وصورة بتاعت محمد البلتاجي هو بيقول إن أرادوا أن تتوقف ما يحدث في السيناء فعليهم الإفراج الفوري عن محمد مرسي طبعا طب ده معناه أنت في إيدك المحبس طبعا وبعدين أنا والله أنا فاكر كواس جدا جيت أنا كنت باني أعمل تحقيق صحفي للجريدة في الوقت ده اللي كنت شغال فيها نزلت من دان التحرير وبعدين أنا شفت خيام كان هم بينصبوا خيام الجامعات دي الإرهابية دي بنصب خيام بيت المقدس وطلاب الشريعة وحازمون ومش عارف مين وكلام ده كل وبعدين مشغلين ميكروفون ضخم جدا وبعدين أنا وصفت الكلام ده في التحرير الصحفة منشورة على النات وبيغنوا سوري 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 ومش عارفوا الكلام ده ففي واحد عجوز ماشي فقال خلاص البلد دي عاوض ربنا البلد كده خربت الراجل زعلانه وقرب يبكي راجل عجوز وقلت له لا خربت ولا حاج دول دول بص دول شرط غساء غساء لا تغرنك هزي الهتفات هيسقطوا قريبا واخد بلد بص هو ومرت الأعوام وبالفعل سقطوا كان هنا الإخوان حاضرة في كل أستاذ يسف حاضرة مع كل هذه الخيام وكل هذه التنظيمات موجودة أنا رحت نزلت لها بقوله انتو جماعة ايه انا احنا طلاب الشريعة أنا كان صراحة كان لأول مرة اسمع عن جماعة طلاب الشريعة دي يعني ما شفتش يعني قبل كده في كل اللي قرأته جماعة اسمعها طلاب الشريعة وخبلا وبعدين فقعد يحكيلي ففهمت ما هي طلاب الشريعة يا جزء من السلفية القاهرية الموجودة سلفية القاهرة احنا عارفين ان احنا سلفية القاهرة مختلفة عن سلفية اسكندرية وتأثيرات رفاع سرور فيها كبيرة جدا هنا وقعد يحكيلي على جماعة طلاب الشريعة فأدركت أدركت ان البلد في خطر عظيم جدا فيه مشكلة جاية فيه مشكلة ارهاب فيه مشكلة السلاح الإخوان هنا كانت حاضرة واستخدمت ذلك تماما بعد السقوط بعد صورة 30 يونيو فوجدنا كل هذه الحركات حسم ده مشكلة ما كانش حسم ساعتها اعلنوا عنها انا كنت اول مرة برضو اشوف واسمع برضو كان في مدان التحرير جماعة ودي النيل الجهدية جماعة يعني هيسرشوا كل الناس هتلاقي الكلام ده جماعة ودي النيل الجهدية مش عارفة بومين الحزام ومحمد الحزام قايدة وجماعة طلاب الشريعة وحازمون وحركة تطبيق الشريعة وكل الجماعات دي فوجئنا بها ان عاملت تنظيمات بعد سخوط الإخوان وبعدين على الطريق الموازي الإخوان بتعمل لك جماعات تانية بقى ايه جماعات تانية كده لها استخدامات تانية وجماعات في المنتصف حازمون دي يعني يعني مسكة العسام النص كده جماعة هدد وجماعة عواميد النور والكهرباء وتروح عند مدينة الانتاج وتعمل لك ايه حاجات كده وانت شفت طبعا بنافسك طبعا ونزلت بنفسك كاملة وجماعة تشيل سلاح بشكل مباشر وجماعات تعمل لك عملية اللي بيسموها سياسة الفيل والبرغوط اللي هي الإيلام البسيط ده اللي هي تدك ضربات صغيرة دي جماعة الإخوان ده سمجملها موجع موجع هم دي جماعة الإخوان ده هي استغلت في البدايات بعد 2013 السياسة دي انها تعمل هي بيقول لك ايه مش عارف العقاب الثوري جماعة المقاومة الشعبية مش عارف مولوتوف الحاجات اللي هي دي وحازمون شغالة وحازمون دي بتورد دي مغزن دي مغزن ضخ الدرس بتاع حازم صلاح ابو اسماعيل في جامعة أسد ابن الفرد ده كان المركز الرئيسي لتجنيد والتقاط العيال يطلعوا بيهم على سوريا اه انا رحت لأحمد عشوش بعمل محوار بعدين بأول بأسألك بيقول لي من يعطينا الدعم وحازم ابو اسماعيل وش وش على طول تتعدد اللقاءات كمجرة العادة وانا ما فيش ولا مرة خيبت كلامي كل مرة بدت قبل بالمناسبة انا ببقى فعلا مبسوط ومستفيد جدا من الكلام حقيقي انا عايز اشكرك جدا 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 استاذ مير فرغالي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة بالمناسبة استاذ عمر اديب صديقي كان طرح سؤال مبارح بيتكلم فيه على من يمول ومن يدفع البقية الباقية اما من الاخوان او اللي بيسير حواليهم وعلى نهجهم ويشتري بيوت في لندن ومش عارف فين وحاجات زي كده وقال لو جوابت على السؤال مين اللي بيدفع بالطريقة الشريرة بعد استاذ عمر انا اجاوب ان اقول استاذ عمر بنك التقوى يوسف ندى ابحث عن يوسف ندى ابحث عن روافد الاموال وممكن نقولك بتتحرك من فين بنك التقوى يوسف ندى حركة رأس المال بتمشي ازاي عند اخوك الزغير سلامت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر